لكل إنسان أرهقته الحياة ولكل إنسان غرته الدنيا ولكل إنسان أفنى عمره في نزواته وشهواته ولي ولك ألقى الله عز وجل لنا جميعا طوق نجاة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صف لنا يا رب أولئك المتقين ودلنا على أعمالهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون أموالهم ابتقاء مرضات الله في اليسر والعسر في الغنى والفقر في الشدة والرخاء في المنشط والمكره في الصحة والمرض وفي جميع الأحوال فيكثروا من النفقة في حال اليسر ولم يختقروا من المعروف شيئا ولو قل في حال العسر المتأمر في زمن الفعل المضارع ينفقون يدرك سخاءهم الشديد في كل وقت وفي كل حال ولماذا قدم الله عز وجل الإنفاق على غيره؟ ذلك بالتأكيد لأن المال شقيق الروح ومن بادر لإنفاق المال في السراء والضراء كان على غيره من الخصال أقدر ومعنى الكظم في اللغة حبس الشيء عند امتلائه وكانت العرب تقول كظمت القربة أي ملأتها وسددت عليها وبكده نقدر نفهم معنى الكاظمين الغيظ والذين يحبسون ما في قلوبهم من الغيظ الشديد بالصبر ويملكون أنفسهم عند الغضب رغم قدرتهم على الانتقام بالقول والفعل ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أي أنفذة دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب عادها مرارا ولكن كيف ندرب أنفسنا على كظم الغيظ يمكن ذلك إن شاء الله بخمس خطوات نبوية بسيطة نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونكثر من ذكر الله ونسكت ونغير حالتنا من القيام إلى الجلوس فإن ذهب الغضب وإلا فلنتجع وبالوضوء بكل تأكيد الموضوع في منتهى الصعوبة ولكن يمكننا التجريب والتدريب حتى ننتصر على غضبنا ونستطيع كظم الغيظة والعافين عن الناس والعفو في اللغة معناه المحوة وكانت العرب تقول عفت الريح الأثر يعني محته تماما ولم يبقى منه شيء فعفوا عمن ظلمهم وأساء إليهم وتركوا المؤاخذة رغم قدرتهم وذلك بالتأكيد أبلغ من كظم الغيظ ولكن لماذا طمعا في معند الله من أجر وثواب قال الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه ولكن ماذا عمن ينتهك حرم من حرمات الله هل نقضم الغيظ ونعفو عنه لا ليس لنا أن نقضم الغيظ بل يجب أن نغضب من أجل حرمات الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه فإذا انتهك من محارم الله شيئا كان أشدهم في ذلك غضبا فلنغضب جميعا لمحارم الله التي تنتهك في غزة والله يحب المحسنين والإحسان في اللغة معناه الإتقان والإجادة أما الإحسان في الشرع فهو نوعان إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوق أما الإحسان في عبادة الخالق فهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان إلى المخلوق فيكون بالإحسان لمن ظلمنا وأساء إلينا وبالطبع الإحسان مرتبة أعلى من كذم الغيظ ومن العفو عن الناس وذاك هو الإحسان الذي يحب الله أصحابه أدعونا نختم بتلك القصة كان هناك رجل صالح من التابعين يدعى ميمون ابن مهران أكان ذاك الرجل الفاضل هو معلم ومؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أكان له جارية فجاءت الجارية تحمل صحن فيه مرق ساخن جدا فعثرت وهي تمشي فصبت المرق الحار عليه فغضب ميمون غضبا شديدا وأراد أن يضربها فصارعت الجارية وقالت والكاظمين الغيظ فقال لها قد فعلت فقالت والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك فقالت والله يحب المحسنين فقال اذهبي فأنت حر لوجه الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اشتركوا في القناة